موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلب وطالبات الصف التاسع أهلاً وسهلاً فيكم في أولى حلقاتنا التعليمية لشرح منهج العلوم سوف نتناول بإذن الله بحلقة اليوم والحلقات القادمة شرح أجهزة جسم الكائن الحي وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وحلقة اليوم بإذن الله سوف تتناول الهيكل العظمي للإنسان والمزيد بإذن الله بعد الفاصل أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة من جديد حلقة اليوم سوف نتكلم فيها عن الجهاز الهيكلي مما يتكون جسم الإنسان؟ يتكون جسم الإنسان من عدة أجهزة الجهاز الهيكلي الجهاز العضلي الجل الجهاز الهضمي الجهاز الدوري الجهاز التنفسي الجهاز الإخراجي الجهاز العصبي الجهاز الإفراز الداخلي والجهاز التكاثري ماذا نتوقع أن يحدث للبناية دون دعمات وحوائط وعوارض نلاحظ الآن أن هيكل البناية على قيد الإنشاء ماذا نلاحظ لو بدون هذا الهيكل ماذا نتوقع أن يحدث لك إذا كنت بدون عظام من يحمي القلب من يحمي الرئتين من يحمي الجهاز التنفسي ماذا نسمي العظام التي تشكل جسم الإنسان الهيكل العظمي كم عدد العظام الموجودة التي تكون جسم الإنسان يوجد لدينا 206 عظمة تشكلان مجموع الهيكل العظمي ما هي وظيفة الهيكل العظمي؟ يكسب الجسم الشكل ويعطيه الدعامة أي من الحيوانات التي تم دراستها من قبل لها هيكل؟ وكيف يختلف هيكلها عن هيكل لافقاريات؟ يوجد حيوانات لها هيكل خارجي أي يقع خارج الجسم مثال عليها بعض اللافقاريات وبعض الحشرات وبعض القشريات مثل الربيان عندما نزيل الغشاء من الخارج هيكل الداخلي يقع داخل الجسم مثال جميع الفقاريات والإنسان الجهاز الهيكلي للإنسان يتكون من الهيكل المحوري والأساسي ويتكون من ثمانين أظمة عبارة عن الجمجمة الضلوع العظام السقير أو الفقارات في العمود الفقاري ثم الهيكل الطرفي وهو هيكل ثانوي يتكون من 126 أظمة وهي عظام الترقوة الكتف الذراع الحرقفة والأرجل وللتوضيح أكثر عزائي الطلبة لدينا الآن مجسم الهيكل العظمي وسبق أن تطرقنا إلى أن الهيكل العظمي يتكون من الهيكل المحوري وهو الجمجمة لحماية الدماغ الضلوع لحماية الرئتين والقلب والفقارات المكون العمود الفقاري الهيكل المحوري يتكون من الترقوة لوح الكتف الذراعين الحرقفة وهي عظام الحوض والأرجل ماذا يحدث عندما يكبر الإنسان؟ عدد الفقارات العمود الفقاري 33 عظمة منفصلة كما نشاهد 33 عظمة منفصلة عندما يكبر الإنسان تندمج آخر تسع عظام موجودين في العمود الفقاري تندمج آخر تسع عظام وتكون عظام مدمجة ويبقى معي 24 عظمة منفصلة هل جميع عظام الإنسان متشابهة؟ بالطبع؟ لا يوجد لدي عظام غير منتظمة عظام مسطحة عظام طويلة وعظام قصيرة الأنماط الرئيسية للعظام عظام مسطحة مثال عليها عظام الضلوع عظم الصدر القص عظام الكتف الجمجمة عظام غير منتظمة الفقارات عظام طويلة الأذرع الأرجل عظام الأصابع الثلاثة التي هي سلامية عظام قصيرة عظام القدم وظائف العظام المسطحة تحمي وتدعم أعضاء الجسم عظام الغير منتظمة تحمي الحبل الشوكي وظائف العظام الطويلة تدعم الوزن وتستخدم في الحركة وظائف العظام القصيرة تدعم الوزن تسمح بالعديد من الحركات الصغيرة تركيب العظام جميع العظام مكونة من خلايا عظمية بيضاوية صغيرة تحيط بها مواد غير حية من خلال دراستنا في السنوات السابقة نعرف أن الخلية هي وحدة بناء جسم الكائن الحي مجموعة خلايا تعطيني أنسجة مجموعة الأنسجة تعطيني أعضاء مجموعة الأعضاء تكون جهاز مجموعة الأجهزة تكون جسم الكائن الحي نتكلم الآن عن الهيكل العظمي وحدة بناء خلية عظمية فمثلا لو تكلمنا عن الهيكل العصبي وحدة بناء خلية عصبية إذن الآن جميع العظام مكونة من خلايا عظمية نسبة لوجودها في الجهاز العظمي بيضاوية صغيرة تحيط بها مواد غير حية المواد الغير حية هي بروتين ومعادن وهي الكالسيوم والفسفور فائدة البروتين يكسب العظام المرونة فائدة المعادن يكسب العظام القوة والصلابة لدينا الآن صورة للعظام يتكون العظم من ساق طويل مدمج ورأسان كرويان أو طرفان كرويان كما نشاهد ساق العظم ورأسان رأسان عظم أو طرفان كرويان تركيب العظم الطويل ساق طويلة وطرفان كرويان كبيران أو يسمى رأسان العظم مما يتكون الساق الساق يتكون عظم مدمج أهميته أن يكون عظم مدمج كثيف أملس لكي يصمد أمام الضربات العنيفة وبالفحص المجهري يوجد ممرات دقيقة تسمى قنوات هافرس تحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية كما نلاحظ هنا هذه هي الخلية قنوات هافرس كما نشاهد وهذه القنوات تحتوي على أعصاب للإحساس وتحتوي على أوعية دموية لنقل الأكسجين والغذاء والتخلص من الفضلات إذن قنوات هافرس تحمل الغذاء والأكسجين إلى الخلايا العظمية الحية وتنقل الفضلات منها إلى الخارج أيضا يوجد في الساق تجويف فارغ كما نشاهد هنا يوجد في الساق تجويف فارغ يحتوي هذا التجويف على النخاع الأصفر وهو نسيج أملس يحتوي على دهون أيضا يوجد في الساق غشاء أبيض خشن يغطي الساق العظم الطويل وهو السمحاق عبارة عن نسيج ضام خلايا عظمية والأوعية الدموية تحمل الغذاء والأكسجين والياف عصبية كما نشاهد هنا نأخذ مثال على العظم الطويل الفخد ساق العظم الطويل مغطى بغشاء أبيض خشن كما سبق أن قلنا ويسمى السمحاق وهو عبارة عن نسيج ضام يتكون السمحاق من خلايا عظمية أو عية دموية وظيفتها تحمل الغذاء والأكسجين ألياف عصبية نتناول الآن رأس العظم أو الطرفان الكرويان كما نشاهد هنا الطرفان الكرويان ويسميان أيضا رأسا العظم مما يتكون الطرفان الكرويان العظم الإسفنجي ولماذا سميه بالعظم الإسفنجي؟ أحسنتم نلاحظ هنا نسبة إلى شكلها يعطي شكل الإسفنج إذن الرأسان الكرويان هما عظام أملس أخف وزن من العظم المدمج يحتوي على فراغات كثيرة وثقوب لذلك سميه بالعظم الإسفنجي ويحتوي على نخاع أحمر تصنع خلايا الدم مقارنة بين العظم المدمج والعظم الإسفنجي الوزن العظم الإسفنجي أقل وزن من العظم المدمج العظم المدمج أكثر وزن مكان وجوده في العظم الطويل الطرفان الكرويان وفي العظم المدمج يوجد في ساق العظم الفراغات والثقوب كثيرة في العظم الإسفنجي وقليلة جدا في العظم المدمج النخاع الأحمر يوجد في العظم الإسفنجي ولا يوجد في العظم المدمج النخاع الأصفر لا يوجد في العظم الإسفنجي ويوجد في العظم المدمج ما هي وظائف العظام؟ يكسب الجسم الشكل والدعامة يحمل كثير من أعضاء الجسم الداخلية العمود الفقاري يحمي الحبل الشوكي والظلوع تحمي الرئتين وقد سبق شرح أهمية الهيكل العظمي عند تناوله في أن الجمجمة تحمي الدماغ والظلوع تحمي القلب والرئتين ويوجد هنا عندنا عظام العمود الفقاري تعمل الكثير من العظام مع عضلات معينة لتحريك الجسم وأجزاءه تخزن العظام الدهون تخزن في النخاع الأصفر والمعادن في العظم نفسه ماذا يحدث عندما يحتاج الإنسان إلى المعادن؟ تتحرر المعادن من العظام إلى الدم ويحملها إلى جميع أجزاء الجسم هل يتكون الهيكل العظمي من العظام فقط؟ بالطبع لا يتكون الهيكل العظمي بالإضافة إلى العظام من غضروف وهو نسيج قوي مرن يكسب بعض أجزاء الجسم الشكل أماكن وجود الغضروف الأنف الأذن أطراف بعض العظام ويكون الأقراس بين الفقارات وظائف الغضروف يمنع العضلات من الاحتكاك بعضها بباب دعم الأقراس الغضروفية الموجودة بين الفقارات على امتصاص الصدمات نلاحظ هنا أماكن تواجد الغضاريف الغضروف في الأنف الغضروف في الأذن الخارجية الغضروف في المفاصل الغضروف في أطراف الظلوع الغضروف بين فقرات العمود الفقاري الغضروف في مفصل الركبة وظائف الغضاريف في الجسم يمنع العظام من الاحتكاك بعضها ببعض تعمل الأقراس الغضروفية الموجودة بين الفقارات على امتصاص الصدمات تقدر وظيفة الغضروف من خلال الأذى الذي يتعرض له اللاعبون من إصابات الرسمة هنا توضح الغضروف لطفل عمره ثلاث سنوات هذه الغضاريف تتطور إلى أن تعطيني العظام إذن أصل العظام هي غضاريف نلاحظ هنا بين العظم والعظم يوجد لدينا الغضاريف تطور العظام دائما من الغضروف وهذا ما يعرف بعملية التعظم إذن تكوين العظام من الغضروف قبل ولادة الإنسان يتكون الهيكل أغلبه من غضاريف له غطاء يحتوي على خلايا بانية للعظم ومن اسمها خلايا بانية أي تستطيع أن تبني عظام جسم الإنسان بعد الولادة تبدأ هذه الخلايا بامتصاص الكالسيوم الذائب في الدم تحول الخلايا بانية العظم الكالسيوم الذائب إلى مركبات كالسيوم لا تذوب في الدم تترسب مركبات الكالسيوم في الغضروف ويكسبه صلابة ويصبح عظما لماذا؟ لأن الكالسيوم يكسبه الصلابة تستمر العظام في الاستطالة حتى يتعظم الغضروف كله في طرف العظمة التي تستطيل نلاحظ هنا التعظم تحويل الغضروف إلى عظم متى تبدأ عملية التعظم ومتى تتوقف نلاحظ هنا تبدأ عملية التعظم قبل الولادة ويستمر تقريبا طوال 20 سنة ويتوقف عندما يبلغ العمر ما بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين لذلك ننصح بشرب الحليب ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والفسفور كيف تعمل هذه العظام؟ العظام معنة نلاحظ الآن صورة لعظام الرجل مما تتكون الرجل الأرجل تتكون من ثلاث عظام أساسية عظمة الفخت والقصبة والشضية يوجد هنا لدي الرطفة وهنا الغضروف موقع التقاء عظمتين أو أكثر معن تسمى المفاصل إذن المفصل عبارة عن موضع التقاء عظمتين أو أكثر أيضا يوجد لدينا الأربطة وهي عبارة عن أنسجة ضامة مرنة يمكن أن تنشد وتتمدد كيس زلالي وأهمية الكيس الزلالي أن يكون مملوء بسائل يعمل كوسادة للعظام ويمنع طراف العظام من التآكل كيف ترتبط العضلات والعظام معن؟ من خلال الأوتار إذن العظام ترتبط بالعضلات من خلال الأوتار والأوتار هي عبارة عن أنسجة ضامة وظيفتها تربط العظام بالعضلات الارتباطات الهيكلية المفصل موقع التقاء عظمتين أو أكثر معن تلتحم العظام في بعضها المفاصل مع بعض مثل عظام المسطح المكون للجمجمة تتقابل العديد من العظام في المفاصل ولا تلتحم مع بعضها مثل مفاصل المرفق والرقبة الارتباطات الهيكلية ما الفرق بين الأوتار والأربطة؟ نلاحظ هنا تعريف الأربطة أنسجة ضامة مرنة يمكن أن تنشد وتتمدد إذن هذه جميعها أربطة كما نلاحظ تربط العظم مع بعضها البعض الأوتار أنسجة ضامة تربط العظلات بالعظام إذن الأوتار وظيفتها تربط العظلات بالعظام المفاصل المتحركة يوجد لدينا أربع أنواع من أنواع المفاصل المتحركة كما نشاهد المفصل المحوري المفصل الانزلاقي مفصل الكرة والحلقة والمفصل الرزي نشاهد هنا المفصل المحوري المفصل الانزلاقي مفصل الكرة والحق والمفصل الرزي مقارنة بين المفاصل الأربعة الموجودة في جسم الكائن الحي وظيفة المفصل المحوري يسمح لأحد العظام أن تدور حول الأخرى وظيفة المفصل الانزلاقي يسمح بانزلاق أحد العظام فوق الأخرى كالثن وضع حركة محدودة من جانب إلى آخر مفصل الكرة والحق وظيفته يسمح بأكبر مدال الحركة مفصل الرزي وظيفته يسمح بحركة واسعة إلى الأمام أو الخلف وهو يشبه مفصل الباب أمثلة على المفصل المحوري قمة الرقبة يكسب قدرة محدودة لتدوير رأسك من جانب إلى آخر مفصل الانزلاقي الرزق الكاحن مفصل الكرة والحق الكتف تنغرز قمة عظم العظ في حق لوح الكتف ألا وهو الورك المفصل الرزي مثال عليه الركبة ومن هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى التي تناولنا فيها الهيكل العظمي لجسم الإنسان أرجو أنكم استفدتم نراكم في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة